ينضم إلينا الآن من المنام الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طاها وأيضا ينضم إلينا من الرياض الكاتب والباحث السياسي خالد الزعتر أهلا بكما دعني أبدأ معك سيد أمجد بدء العدد التنازلي لهذه اللحظة التاريخية لمراسم التوقيع قد تأذن فعلا بمرحلة جديدة في المنطقة تحول على أكثر من صعيد أبرس ملامح هذا التحول وهذه المرحلة طبعا البحرين كما يأتي في نشيدها الوطني دائما بلد الكرام مهد السلام هذا الإعلان التاريخي السيادي اليوم فيه كل هذا ويهندس المنطقة من جديد لنقول تهندس المنطقة من جديد ويعيد طقس السلام للإقليم وقد نشهد أمطار من الازدهار والتطور في المنطقة سيسجل هذا اليوم العظيم بيوم الشجعان يوم التعايش لسنا أمام خريض الطريق هذه المرة بل هذه المرة نحن أمام طريق مفتوح كل من يمتلك الشجاعة عليها أن يسلكه ويسلك هذا الطريق بمساره بوقته بزمنه نحن الآن هذا الإعلان يؤسس إلى جيل لا يعادي أحدا ولا يعتدى عليه وقضيته الأولى كما وصفها وزير داخلية مملكة البحرين مصير وطنه وأمنه واستقراره ورفاهيته إذن نحن نتحدث من الآن فلاحقا ستتغير المنطقة بشكل كبير نتحدث حتى على المستوى عندما كان ينظر للدول الجغرافية صغيرة كان ينظر لها أنها غير مؤثرة لكن اليوم الدول التي جغرافيتها صغيرة هي كبيرة بسيادتها وقرارها الشجاع وحكيمة ومؤثرة بشكل كبير بينما الدول التي جغرافيا كبيرة كإيران وتركيا يتم تحجيمهما في مثل هذا الاتفاق نتحدث عن رؤية جديدة نتحدث عن تحالف كامل قد نكون أمام المزيد من التحالفات على المستوى الأمني والعسكري والسياسي فيما يخص مجابهة التطرف والإرهاب المتمثل تحديدا في الخليج العربي بالنظام الإيراني الذي يهدد مملكة البحرين فجر في المملكة العربية السعودية فعلى ما فعله في الكويت وغيرها من المناطق إذن نحن قد نكون أمام ديناميكية جديدة هذا الاتفاق بكل تأكيد هو رسالة السلام رسالة العرب للعالم تحديدا نحن دعاة سلام وكما فعلتها ليابان مع أمريكا وبريطانيا مع إيرلندا وإرتيريا مع أثيوبيا ومؤخرا كوزوفو مع سربيا نحن كذلك من يمد يده للسلام نصافحه ليكون لنشكل أثر إيجابي في مناخ السلام والاقتصاد والتعاون التعليمي نتفضل ببقى مع السيدة مجدد أنتقل إلى ضيفنا أيضا السيد خالد سيد خالد أهلا بك معنا هل نحن فعلا اليوم أمام تحول جذري في مفهوم حتى العلاقات ما بين الدول وحتى تحديدا مع إسرائيل ربما الدبلوماسية اختلفت ومفهوم الدبلوماسية اختلف سيد خالد الأهداف نفسه ولكن الوسيلة والطريق اختلف وحتى التعامل مع التحديات سيختلف مساء الخير بلا شك بمعاهدة السلامة الإماراتية الإسرائيلية وأيضا الإعلان البحريني قامت علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل نحن أمام لحظة تاريخية نشهد فيها ولادة منطقة شرق أوسط جديد قائمة على خلق أدوات جديدة للتعامل مع الصراعات وهي عبر الحوار والتفاوض والتخلي تماما عن سياسة التعنت والتصعيد التي استمرت لسنوات طويلة والتي كانت هي من تتسيد المشهد السياسي في المنطقة لسنوات طويلة والتي لم تقدم شيء سواء للقضية الفلسطينية بشكل رئيسي أو حتى أيضا لأمن واستقرار المنطقة بل بالعكس ساهمت إلى حد كبير في أن تدفع أو تفتح الباب أمام قوى دخيلة على المنطقة تحاول بشتى طرق توظيف الصراعات العربية الإسرائيلية لخدمة مصلحة أجندتها التوسعية كما هو الحال مع تركيا وإيران وبالتالي نجد أن المنطقة اليوم هي تحتاج إلى خلق أدوات جديدة لتعامل معها تتماشى مع المتغيرات والتطورات التي تشهد هذه المنطقة والتي من الأفضل أن تكون هذه الأدوات قائمة على الحوار على خلق أدوات جديدة مثل التعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي والتعاون الصحي كما هو الحال مع المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية التي قطعت شوطوير برغم المدة القصيرة التي أعلن فيها توقيع هذه المعاهدة إلا أن الإمارات الإسرائيل قطعت شوطوير في الدخول في هذه الاتفاقية والتطرق إلى المواضيع والملفات ذات الهمية مثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين مثل العلاقات الثقافية وحتى أيضا الصحية وهذا سوف يكون لهم مردود بشكل كربير على دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر هي القوة الاقتصادية الصاعدة وأيضا حتى على إسرائيل التي تحاول بشتى الطرق إسرائيل اليوم أن تخرج من عزلتها التي تعيشها وأن تسعي للاستفادة من أسواق جديدة تحاول بشتى الطرق أن تعوض عن الخسارة التي حاصل من جهة أسواقها مع الاتحاد الأوروبي بالتالي نجد أن حجم صادرات أو حجم التجارة الخارجية لإسرائيل تجاه الدول العربية هو لا يتجاوز الثمانية بالمئة فقط بالتالي نجد أن هذه المعاهدة أو هذه الاتفاقية سواء مع إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة أو مع مملكة البحرين هي سوف تساهم إلى حد كبير في رفع مستوى تحجم التجارة الخارجية لإسرائيل وهذا سوف يشجع إسرائيل بشكل أكبر على الإيفاء وبالتزاماتها التي أعلنت عنها في المعاهدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا النقطة سيد خالد دعنا نعود مجددا إلى سيد أمجد سيد أمجد يعني لربما كلمة السر هنا السلام وبالتالي بشكله بآخر نتحدث عن اطلاق حوار إقليمي لتعزيز السلام والأمن منطقة أكثر أمنا واستقرارا ما زال هناك من يطرح تساؤل كيف الكيفية هذا عبر المزيد من التعاون الاقتصادي المزيد من التعاون الثقافي نعم نعنى حتى أمام فكرة جديدة تماما حتى كان الفكرة العربي دائما بمنطقه يختلف تماما عن الطريقة الجديدة هي أن نذهب للسلام أن نذهب للتعايش أن نبحث عن هذا الحوار الحضاري هذا هو الطريق الأفضل بكثير من العنتريات والمواجهة والحروب والدمار وهو طبعا حتى هذا الاتفاق سيجعل الكثير من تجار القضية عاطلين عن العمل بشكل أكبر لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا غير تلك الشعارات سنكون أمام المزيد من التعاون على المجالات الخدمات المالية الرقمية التكنولوجيا نتكلم هنا عن المجالات البنية التحتية على تحلية وعادة تدوير المياه تحديدا نتحدث عن مجالات كثيرة عندما نتحدث عن مملكة البحرين عن ناتج المحلي لمملكة البحرين يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار وكذلك بالنسبة لإسرائيل يصل إلى 92 مليار دولار عندما تعمل هذه الدول معا بكل تأكيد ستشكل قوة اقتصادية في المنطقة وإضافة إلى إذا ما نظرنا أن هذا الخط من إسرائيل إلى الامارات البحرين وربطهما بالصين والهند ويبعدهما تماما عن الخط تركيا البحرين عندما كان هناك الكثير من الأسواق ستفتح بشكل كبير نتكلم عن أسواق الألمينيوم البحرين وبالتالي منافع على أكثر من الصائد ذرنا على المقاطعة ستستخدم هذه المنطقة بالتأكيد شهدت المنطقة العربية عدة معاهدات مبادرات للسلام مع إسرائيل سنستعرض أبرز هذه المعاهدات ومن ثم سنعود لنكمل الحديث معكم ضيفي سيد أمجد وسيد خالد وثالث فضلا بالبقاء معي منذ عقود شهدت المنطقة العربية توقيع معاهدات ومبادرات للسلام مع إسرائيل وهنا نستعرض هذه الاتفاقيات ففي عام 1979 وقعت مصر وإسرائيل على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ضمت أنذاك الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغان وتمت بإشراف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في عام 1994 وقع الأردن ثاني معاهدة السلام مع إسرائيل حملت الاتفاقية اسم المكان الذي وقعت فيه وادي عربة وحضر توقيع الاتفاق رئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين تحت إشراف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وبعد اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ومفاوضات شهدتها مدينة أوسلو النرويجية تم توقيع اتفاقية أوسلو بإشراف الرئيس بيل كلينتون وقد وقع اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي وزير الخارجية الفلسطيني أنذاك محمود عباس والإسرائيلي شمون بيريس بحضور الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين الشهر الماضي وقعت كل من دولة الإمارات وإسرائيل معاهدة السلام أعلانها الرئيس الأمريكي دونالد شامب اعتبرت منعطفا مهما في إنقاذ عملية السلام الإسرائيلية العربية علقت بموجبها إسرائيل ضم أراضي في الضفة الغربية وجاء انضمام البحرين إلى معاهدة السلام مع إسرائيل كخطوة جديدة نحو خلق تعاون جديد تدعمه واشنطن وتهدف إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط وقبل التوصل إلى توقيع أي اتفاقات بين الدول العربية وإسرائيل كانت هناك مبادرات ترحت بهدف تحقيق السلام في المنطقة أبرزها المبادرة التي طرحتها السعودية في قمة فاس عام 1981 باسم مبادرة الملكة فهد للسلام ونصت على حق كل دول المنطقة في العيش بسلام في قمة بيروت عام 2002 عادت السعودية لتطرح مبادرة السلام عرضها وليل عهد السعودية نذاك عبدالله بن عبدالعزيز باسم المبادرة العربية للسلام وقد نصت تلك المبادرة حينها على الموافقة على توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل شريطة انسحابها إلى حدود الرابع من يونيو أعود مجددا لاستكمال الحديث مع ضيفي من المنام الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وابحاث الشرق الأوسط السيد أمجد الطاها وأيضا من الرياض الكاتب والباحث السياسي خالد الزعتر أهلا بكم مجددا سيد خالد استعرضنا الآن المعاهدات والاتفاقات اتفاقات السلام بشكل وبآخر التي طرحت ووقعت على مدى سنوات ولكن اليوم إلى أمد نحن فعلا نتحدث عن معاهدة السلام أخرى بمنظور آخر تماشيا مع متطلبات المنطقة بلا شك المنطقة عاشت الكثير من اتفاقيات ومعاهدات السلام مثل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وأيضا ما بين الأردن وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لكن عندما ننظر مثلا إلى هذه المعاهدات نجد أن هذه الدول التي وقعت هذه الاتفاقيات هي دول مواجهة مع إسرائيل وبالتالي نجد أن معاهدة السلام التي وقعت ما بين هذه الدول ومن بين إسرائيل حتى وإن كانت تاريخية إلا أنها تعتبر معاهدة السلام فرضتها حالة الصراعات ما بين هذه الدول ما بين إسرائيل لكن عندما نتحدث عن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية وأيضا الاتفاقية البحرينية الإسرائيلية نجد أن البحرين والإمارات ليست دول مواجهة مع إسرائيل وبالتالي فإن الخطوة التي تخذتها هذه الدول هي فرضتها حالة من الإصرار على تحقيق السلام الشامل في المنطقة وبالتالي نجد أن الدولة الإمارات العربية المتحدة بالخطوة التي تخذتها بالسلام مع إسرائيل هي جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة قائمة على تحقيق السلام الشامل في المنطقة وليس تحقيق السلام الجزئي كما هو الحال مع مصر والأردن ومنظمة التحذير من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وبالتالي نجد أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية هي بلا شك سوف تغير من وجهة المنطقة إلى تحقيق السلام الشامل الذي تنشده الشعوب والذي تنشده أيضا المنطقة بأكملها بخاصة وأن المنطقة عندما ننظر إلى المنطقة العربية نجد أنها عانت منذ العام 1948 من حالة الصراع الإسرائيلي العربي المستمر لسنوات العقود طويلة والذي لم يحقق أي اختراق بإتجاه الانتقال بهذا الصراع إلى مرحلة التهدئة ومرحلة تحقيق الاستقرار وبالتالي سمحت الفرصة لدول إقليمية خارجية بأن تقفز على المنطقة العربية لتحقيق طموحاتها لكن عندما ننظر إلى ما يحدث اليوم من لحظة تاريخية في غاية الهمية ما بين إسرائيل والإمارات والبحرين هي بلا شك نجد أن المداخل الرئيسية ما بين العلاقات بين الدول هي تغيرت بشكل رئيسي لم يعد العلاقات الدبلوماسية والسياسية والأمنية هي القاعدة الرئيسية وإنما ما بعد اليوم ما بعد جائحة فيروس كورونا وإن كان الموضوع متعلقة فقط في العلاقات سيد خالد وربما دبلوماسية واستراتيجية هذه الدبلوماسية بالشكل أو بآخر دعني أذهب الآن إلى السيد أمجد في ظلم تفضل به سيد خالد وكما استعرضنا قبل قليل هناك أكثر من اتفاقية إما ومعاهدة سلام إما تم التوقيع عليها أو تم طرحها ولكن لم تحقق السلام الشامل على أرض الواقع لماذا؟ وبماذا تختلف اليوم فعلا معاهدة السلام التي سيتم التوقيع عليها اليوم وإعلان تأييد السلام طبعا فيما يخص بعض معاهدات السلام إذا ما أخذنا مصر على سبيل المثال كانت جيدة واسترجعت الأراضي سيناء بشكل كامل عندما ذهبت مصر إلى الحرب استرجعت فعقد 5% من سيناء وعندما ذهبت مصر إلى اتفاق السلام استرجعت كل الأراضي المصرية إذن نتحدث عن أن السلام يجلب لنا كل حقوقنا وليس بعض منها إذا ما ذهبنا إلى عبر الطرق السلمية هناك طرق مختلفة للوصول إلى السلام هذا ما ذهبت إليه مملكة الأردن تحديدا وهذا ما ذهبت إليه مصر ولكن لم يشمل السلام لنقول على أقل تقدير على المستوى الإعلامي في جمهورية مصر وكذلك الأردن الشعب كذلك أو الثقافة نشر هذا السلام بين الشعب الإسرائيلي والأردني شعب المصري والإسرائيلي بينما على عكس ذلك الإمارات رأينا هناك ترحيب شعبي وليس ترحيب دبلوماسي فقط وعلى مستوى الدولة وهذا الاختلاف تماما إذن هناك ترحيب شعبي إذن سنكون أمام الكثير من المعاهدات والاتفاقيات التي تلامس متطلبات الشعب كذلك نحن نتحدث على مستوى بعثات دراسية بين مثلا نقول على سبيل المثال جامعة البحرين وجامعة العبرية في القدس بين الجامعة التطبيقية هنا وجامعة التكنولوجيا في تلابيب نتحدث عن كل هذا هذا لم يكن موجودا نتحدث عن حل القضية الفلسطينية في ظل هذه المعاهدة معاهدة السلام ما الذي ستعني فعليا على أرض الواقع للقضية الفلسطينية طبعا إلى الآن هي وصلت إلى الكثير من النتائج عندما أوقفت هذا الاتفاق على أقل لتقدير اتفاق الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل ضم الضفة الغربية وكذلك غور الأردن وإذا رأينا وشاهدنا المشهد الفلسطيني لا يوجد هناك تصعيد أو عنف بشكل كما كان قبل هذا الاتفاق إذن وقف العنف وكذلك وقف المزيد من الضم الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أن الأبناء فلسطين يطالبون اليوم كذلك بتغيير الخطاب السياسي عند السلطة الفلسطينية وأن لا يكون خطابا مهاجما للدول العربية وأن يعيدوا النظر بهذه السياسة إلى 25 سنة لم تنتج عن شيء لنقول اعطونا 25 شهر قد ننتج أكثر مما أنت جتوه أنتم غير سحب السفراء لا يفيد اليوم تسحب سفير من البحرين أو تسحب سفير من الإمارات قد تكون أمام سحب السفراء من كل العالم هذه ليست الطريقة الطريق الأساسي هو أن تذهب ما وقعت عليه في اتفاقية أوسلو قبل الجميع قبل البحرين وقبل الإمارات حين وقعت على السلام ووقعت إلى أن أكثر من 78% من الأراضي الفلسطينية هي لدولة إسرائيل أي معدد الضفة الغربية وغزة نعطي الفرصة أيضا لسيد خالد سيد خالد وهناك كان أكثر من تصريح للمسؤولين بأن معاهدة السلام مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية اليوم معاهدة السلام ما الذي ستعني وما هي الأفاقة التي ستفتحها بالنسبة للقضية الفلسطينية وأيضا بالنسبة للشعب الفلسطيني هو بلا شك عندما ننظر إلى معاهدة السلام الإماراتية والإسرائيلية وأيضا حتى البحرينية والإسرائيلية هي بلا شك لا تأثي على حساب القضية الفلسطينية التي تعتبر هي القضية المركزية سواء للأمة العربية وأيضا هي تحت المكانة المهمة في السياسة الإماراتية وأيضا حتى في السياسة البحرينية التي تمسكت هذه الدولتين بخيار السلام كحل استراتيجي للقضية الفلسطينية وبالتالي نجد أن هذه المعاهدة سواء من جانب البحرين أو جانب الإمارات هي بلا شك تعتبر لا تخرج عن نطاق المبادرة العربية التي قرت فيها العام 2001 عندما ننظر مثلا منذ العام 1994 وحتى اليوم لم توقع أي دولة عربية اتفاقية سلام مع إسرائيل وبالتالي نجد أن الخطوة التي قامت بها الإمارات وقامت بها البحرين هي سوف تساهم إلى حد كبير أولا في تشتيع الطرف الإسرائيلي وإعقام مصداقية أكثر للمبادرة العربية التي قرت فيها العام 2001 وأيضا من جهة أخرى هي سوف تساهم إلى حد كبير في أن تفتح طرق أوسع للحوار بين البلدين بخاصة في ظل حالة الطريقة المسدودة التي وصلت له هذه القضية أشكرك سيد خالد الزعتر الكاتب الباحث السياسي كنت معنا من الرياض وأيضا الشكر موصول لسيد أمجد طاها الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط كنت معنا من المنامة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر